موسيقى 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 ما أن أعلن فوز الرئيس أليكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا حتى خرجت أكبر تظاهرة شهدتها البلاد منذ 15 سنة تسأله الرحيل المتظاهرون الذين بلغ عددهم زهاء 40 ألفاً حوالاقتحام مقر الحكومة منددين بما اعتبروه تزويراً واسعاً نطاق في الانتخابات التي أجريت قبل ساعات وأعقبها إعلان سريع للنتائج بفوز لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ العام 1994 وسريعاً أيضاً تطورت الأحداث إلى مصادمات بين المتظاهرين والشرطة في ميدان الاستقلال بوسط العاصمة أفضت إلى اعتقال المئات وإصابة العشرات من بينهم أبرز مرشح معارضة فلاديمير نيكلايف الذي تم نقله إلى المستشفى بالإضافة إلى صحفيين كانوا يصورون الأحداث لوكاشينكو كان متيقناً من الفوز بفترة لئاسة التابعة بينما كان يدلي بصوته وقلل من شأن المسيرة التي دعت إليها المعارضة ولم يكن أحد يتوقع أنها ستضم عشرة الآلاف فيما يخص أنصار المعارضة فإن كل شيء سيتم وفقاً للقانون لا تقلقوا لن يذهب أحد إلى الميدان اليوم المعارضة من جانبها تقول إن فوز لوكاشينكو من الجولة الأولى بغلبية الأصوات أمر لا يمكن حدوثه إلا عن طريق التزوير في حين يؤكد مراقبون حضر الانتخابات أن صندوق الاقتراع لم تكن مؤمنة بالشكل الكافي وبالرغم من أن النتائج النهائية لم تعلم بعد إلا أن مفواضية الانتخابات المركزية أعلنت أن أكثر من 70% من الأصوات ذهبت للوكاشينكو الذي يوصف عادة بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا محمد رضا بي بي سي